السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم برمج احمد محمدي وحلق دينا من كورسنا كورس تعلم برمجة ابي اي وبرمجة الباك اند باستخدام نوت جاي اس والنهاردة هنعمل بعض التمارين على الجتوي البوست فاخليكم معنا نيجي على المشروع اللي كنا شغالين عليه في الاب بي دوت جاي اس ماشيه وين يمسح ده كله كده شايزينه كل المادل ويرز دي اللي اشتغلنا فيها والاب بي جيت كلها اللي احنا عملناها تعالوا بقى نروح لي المايداتا ديت اللي احنا عملنا فيها اللانجوج ديت ماشيه ونقسم الشاشة نصين كده عشان نبقى شايفين الداتا اللي احنشتغل عليها واحنا شغالين ايه طول الوقت هنيجي نقول مسلا هنا هنا اه هم لت مسلا الداتا اوكي هناخدها من هيساوي هنا اكواير من هنا دوت هنا ايه ماي ديتا موديول اوكي دي اول حاجة هنعملها هنبدأ نعمل اول مسود في الاب بي اي ماشي ويحطب هنا اي بي بي دوت جيت جيت اول حاجة احنا اتفقنا في الحلقة اللي فاتت جيت لو انا عاوز اعرف الداتا اللي عندي ماشي وهبدأ ادي له هنا ايه بي اي ماشي واقول له هنا اه مسلا لانجوجز ماشي وطبعا ايه البلاي بقى اوز الكول باك بتاعنا هنا هنا ريكواست وي ريسبوند تمام كده نفتع قوس ونقفلو تمام كده هو ده اول ايه عندنا اللي هنديسبلاي بيها الحاجات اللي موجودة في دي هنيجي هنا ونقول هنا ايه ري اس دوت ستيتس والي طبعا بتاعنا المتين اللي هو اوكي وبعد كده هنا ونفتح القصين كده هو وحنقول له هنا وهنا ده هو ايه الداتا بتاعتنا اوكي وهنا نعمل كنترول اس وانا لسه مران نتشي السيستم تمام كده هو اتعمل ستارت ماشي سيرفر خمس تلاف هنروح لسيرفر خمس تلاف تمام كده هو ات زي ما انتم شايفين تعالوا ندوس اف اتناشر عشان نخش على النتورك بتاعتنا ماشي اهو اتعمل نكبر شوية عشان كل بس الانفورميشن دوكمبينا ماشي ونبدأ بقى نخش على هنا اي بي اي ويه لانجوجز ماشي واندوس انتر جاب لك هنا الساكس سترو انا اسف همفروض اسمها لانجوجز مش داتا برضه حاصلت ان فيه حاجة غلط انا بستقبل بس الانجوجز مش اليوزرز اوكي وهنا هنعمل كنترول اس سيف شغل السيرفر تاني ونرجع للموقع بتاعنا وندوس الانجوجز ايو كده طبعا الداتا جات انا اسف افتكرت اسمها داتا مش الانجوجز لكن هي اسمها الانجوجز هنا في الاكسبورتز ماشي فهو بايكسبورت ازا لانجوجز فعشان استقبلها باستخدر نفس ايه المصطلح بتاعها عشان ما ايجي ميتوش ميروحش على انه داتا تفاضية ماشي ويه اهوة استقبلها اهوة ادي الانجوجز بتاعتي جاوا سكريبت و سي شارب و بايسون ويه جو اوكي استقبلتها اهوة ودي هنا الانجوجز اهو 200 دوكيمنت تم الاستقبال واعرض لك الداتا زي ما انت ايه تعالوا بقا نجرب البوست مسود بس عشان نجربها هنعمل حاجة بسيطة جدا جدا ماشي هنيجي هنا ونقاد فولدر الفولدر ده هنكتبه مسلا ايه فورمز ماشي ويه جوه الفورم دي هنقاد فايل هنسميها اندكس دوت اتش تي ام ال ماشي طبعا اتش تي ام ال فايل وهنيجي هنا على اللينك هديت هتلاقيها في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو هتدوس عليها هتلاقيها جايبه لك فورمة زي دي كده بسيطة ماشي فيها سي اس اس وفيها جاوا سكريبت وفيها يعني جاوا سكريبت بسيط جدا ماشي مش مستهل يعني اجاب بسيطة سي اس اس وحنا اخدها هنا كنترول سي كنترول في هنبسح ال اوبشن دوت ماشي وهنا ال واللاست نيم ونغير كلمة فيرست نيم ديت ليه لانج نيم وهنا ال نيم وهنا برضو فرست نيم هنخليها لانج نيم ماشي اه ومسلا هنا لانج نيم كنترول اس ونسايف الفولدر دوت او الفايل دوت فانت كده عندك فايل اتش تي ام ال في صمت باطن ماشي وفيه شيل دي طبعا الليبو دي مش عايزه نعايز الامبوت دوت ويه اه اه التيكست بوكس دوت دولت اللي هنستخدمهم في الفورمة بتاعتنا كنترول اس وقفلها عشان ايه نستدعيها في البروجيكت ايه بتاعنا هنجي بقى للاتش تي ام ال تاني هنا هو وهنا الاكشن بتاعي ماشي اول حاجة هنممكن نغير الاكشن دي سيبها دلوقتي بس خلي هنا المسود بتاعك نوعه بوست تمام كده ده شيء ايه مهم وانت بتصمع الفورمة ديت عشان ما معروف ان هي هتروح لي المسود بوست تعالوا كده نلود اللي موجودة في الفورم دوت ماشي وابي بي دوت يوز طبعا ده الميدل وير بتاعنا هنستخدم هنا الاكس براس دوت هنا استاتيك ونبدأ نحط له ايه دوت هنا سوري دوت هنا ايه فورمس اوكي وكنترول ايه عشان يعيد اللودينج تاني وتعالوا بقى هو هنا طالما خد كده هاخد كل الفولدرات اللي هنا فلو جينا رجعنا هنا تاني بس احنا ده وعملنا index.html ودوسنا enter حاجلنا الصفحة بتاعتنا ديت هلو نغير فيها حاجات مسلا نقول اه مسلا اد نيو اد نيو لانجوج كنترول اس وهنا نرجع لي السيرفر بتاعنا لو عمنا ريفرش هتلاقي اد نيو لانجوج اللي احنا هنعمله ان احنا هندوس هنا لانجوج جديد ونضيفها لالفورما بتاعتنا بس تعالوا قبل ما نعمل كده هوت ماشيه نبص نشوف حاجة في المكتوب هنا هوت انت عندك هنا اكشن مسلا لو قلنا ايه اد اه مسلا لانج ماشي دي بتاعه النوع ايه ماشيه المفروض ان انت اه الفورما ديت ها منتظرة انها ما هتدور على مصوت نوع بوست اسمه ا Aud eslying ماشيه ونوع بوست اول ما هتلاقيه هتبدأ انها تبعت له الدياتا اللي هو ايه الدي او ام بتاعنا هنا هوت ممكن بقى ان نبقى نا نتصرف ان احنا نبعت له الدياتا ديت بطريقة ما ولسه هنشوف دلوقتي هنبعت له ازاي بس انا عايزك دلوقتي تتخيل الموقف. ده فور ما هو عادي. ماشي بيتعامل مع اي بي اي اي ادي دي اد لانجوج ونوعه بوست. اوكي فتعالوا كده نرجع تاني الصفحة بتاعتنا ونكتب لانجوج جديدة مثلا زي مثلا ايه جي شارب. ماشي. بعد ندوس اه هتلاقي كانوت بوست. ماشي. طبعا ندوس اف اتناشر نشوف الوضع عامل ازاي. طبعا هنا لأ خلينا نرجع تاني وندوس تاني اهو ربعمية واربعة دوكمنت. نتعى نكبر كده. عشان ايه الدنيا تبقى ماضحة. اهو. افتح كده. هتلاقي ايه. هتلاقي هنا ايه لو روحنا على جينرال هتلاقي ايه. ريكويست ميسود بوست. ويبنديك ربعمية واربعة ايه نوت فاوند ان هو ما لقاش ايه ال اي بي اي ده اول. اوكي. طبعا هنا اول ما هيدوس سبمت المفروض. قفل ده بقى خلاص. ماشي. خلينيه في الديزاين بتاعنا دوت. اول ما يدوس سبمت هنا. هيروح المفروض ان هو ياخد القيم اللي في التيكست بوكس دي كلها. ماشي ويبعتها للميسود اللي اسمها اد لانج. وطبعا هنستعدل بيها عن طريق الاسم بتاعها اللي هو هنا كنترول اس اللي هو ال اه ال اه النيم اللي هو اللاند نيم ده هو مفروض لانج نيم لانج نيم كنترول اس عن طريق اللانج نيم وحنشوف ده هنعمله ازاي ايه دلوقتي. فانا عايزك بس تركز الحتة ديت. ده كده سبمت. المفروض انه هو اه في فورما نوعها بوست. وحيروح يدور على اي بي اي اكشن دوت اللي هو الاكشن بتاعه. ماشي عشان ايه يبعت له البوست دوت. ماشي? تعالوا نجرب مرة تانية كده عشان برضو عاوز اوريكم حاجة اخيرة. ماشي? ادي خلينا برضو قارفين هنا. ونكتل مسلا ان هنا برضو ايه? سي بلاس بلاس. ماشي? ادي لها هي كمان. وندوز سبمت. ونروح هنا على اللانجوج. ماشي? اتلاقي فيه عندك هنا ات جنرال. وآآ ريسبونز هيدر والريكوست هيدر. بس لو جيت هنا عند البيلود. ماشي? اتلاقي فيها اسمها الفورم داتا. وسبحان الله شايف الفورم داتا مبعوطة هي. كل الوحدات اللي عندك في الاتش تيم اللي هنا. اللي هي التيكست بوكسز. ماشي الوحدات الادخال واي وحدة ادخال تانية. ماشي بتبقى واخدة نيم. كده هوات زي ما انت شايف. هو ده هوات بيبقى الكي بتاعها. وهي بتتبعت ليه البوست آآ ميسود معاك. وشوف هوات قالك ايه اللانج نيم سي بلاس بلاس احتفظ بالداتا. عشان يبعتها ليه السيرفر سايد اللي هو ايه البوست. طبعا هو ملاقهاش فاندك ايه الربعمائة واربعة ايرور. وقفل لك ايه الدنيا زي ما هو هنا كده واضح. قالك البوست بتاعه ربعمائة واربعة نوت فاوند. هو ملاقاش كده ايه الابي اي. هنيجي نعمل بقى المسود بوست هنيجي هنا الابي بي دوت جي اس ونيجي نعمل هنا ابي بي. المورا دي بقى مش هنعمل جيت هنعمل هنا بوست. وهي هي نفس التركيب بالزبط. ماشي اهو نفس برضو هنكتب الابي اي. فالابي اي بتاعة الفورمة بتاعتنا هي اد لانج. مش هناخد هنا كنترول سي. ونحطها هنا كنترول في عشان نحتفظ بنفس الاسم. ونفس الفكرة برضو هي فيها ريكويست. ماشي وهنا ريسبوند. اوكي. نفسها بالزبط. ماشي. طيب هنيجي بقى هنا نعمل هنا. هنا بوند دوت ستيتوس. مسلا هنا متين اللي هو الاوكي. اه اه او قرع طول هنا خليها سند على طول عشان ننجز لسا نكتب اكوات كتيرة. ماشي ايه بوست. ماشي تم البوست. كنترول اس عشان يلود السيرفر بتاعه من جديد. ونيجي هنا نروح لصفحة الاتش تيم ال. اهو. ماشي. خلي دوت مفتوح. ماشي. ونيجي هنا. ندوس هنا ساب مت. اهو بوستد. ماشي. وانا اخد لك الستيتوس متين. وهنا هتلاقيه برضو ايه نفس الفكرة ان هو ايه لك الملادي اوكي. ولقى المسود بوست بتاعته تمام. وبردو هنا الفورم داتا برضو ايه راحت للباك اند بتاعنا بدون ايه اي مشاكل. طيب تعالوا بقى نسترجع الداتا بتاعتنا ممكن نعمل هنا كونسول دوت لوج وكونسول دوت لوج هنستعمل من هنا ريكويست دوت بودي. ماشي عشان نشوف ايه الريزلت ايه بتاعنا. ماشي كنترول اس بيحس ان احنا نرجع البودي دوت نشوف ما نستخدمه جوه ازاي الفانكشن ديت. هنيجي هنا نرجع هنا تاني. هنا السي بلاس بلاس برضو عندوه Der Petersası. اهو. وinkleed. و هنا ايه اندفايند. ليه بقى اندفاعيند? لوهنها بتوبقى جاية بالانجوج تانية مختلفة عن اللانجوج اللي احنا بنستخدمها. فاتن بتبقى قاوز نعمل لها�كشن. احنا محتاجين. احنا محتاجين نستخدم اه ميدل وير تاني اسمه اه يو ار ايل انكود وهو ده اللي بي انكود ال اه الدياتا اللي جاية مع البوست ماشي فهنا ابي بي دوت يوز ماشي وهنا اكس بيس دوت يو ار ايل انكود ماشي وحياخد هنا عشان ماشي هنقول هنا ده عشان نعرفه ان هو ده جاي مع الدوكيمنت اللي هي ال ايه ال اوكي وهنا هنقوم جينا عاملين كنترول اس تاني ماشي ونرجع تاني لفورما بتاعتنا نرجع باك وصمت هوا اتاد لانجوج شايفين بقى المرة دي مرة فات تطلعها اندفاين لقى المرة دي قال لك هنا الانجوج لانج نيم سي بلاس 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 قدر يعمل انكودد للداتا اللي جاية من الدوكيمنت بتاعنا اللي هو ال اتش مال دوت ويترجمها اه عشان عشان نقدر نفهمها بس بشكل واضح وحطناها ازا ايه ميدل وير في المسو الدوت اللي هو او ار ايل انكود عشان يانكود الداتا اللي جاية من ايه الفرونت اند طب مفرد بعط لي اسم فاضي تعالوا كده نعمل حاجة بظريفة ماشي نشايك على الاسم طبعا ممكن نشايك على الاسم من الفرونت اند بالجافا سكريبت يعني الموضوع سأل ماشي الناس اللي خدوا معايا كورس جافا سكريبت لكن تعالوا بقى من الباك اند هنا ممكن نبعط ال اه ريكويست بتاعي طبعا هنا لانج نيم كنترول سي كنترول في نحيز لانج نيم من هنا ايه الكويست دوت بادي اوكي وهنا هنقوله اف لانج نيم نوت نال ماشي هيبه هنا ريترن ري اس دوت ستيتوس هنا طبعا متين دوت سند مسلا ممكن نستخدم دي كده ونقوله ايه لانج وهنا اه علامة الدولار ساين ونفتح قسين ونحط فيه هنا اللانج نيم ماشي ده في حالة ان هو جه سليم في حالة بقى انه هو ما جاش ماشي او او انت حطيت قيمة فاضية ممكن تقوله هنا ستيتوس ماشي ربعمية واحد طبعا في حالة الابي ايه كمان دوت سند كانت اكسيبت سوري كانت اكسيبت ان انتي فاضية واندرم الكرة كنترول اس ونرجع لي الصفحة بتاعتنا تاني نرجع باك ونمسح سي بلاس بلاس دوت ونعمل ساب مت حالية عملك هو كانت اكسيبت ان امتي فاليو لكن لو رجعنا مسلا ودخلنا مسلا اي لغة ساب مت هيقولك نيو لانج اي اس اي مسلا او اي حاجة تانية انت ايه حرف تمام كده لنا وبس كده تعالوا نستعرض بس الحلقة بتاعت النهاردة انها طويلة شوية احنا عملنا ايه احنا عملنا لود ليه الفورما ديت من الاندكس اتش تيم ميل ماشي وحطناها باستخدام الميدل وير دوت ازا ستاتيك ماشي وبرده استخدمنا الميدل وير دوت عشان نرجع البرامتر اللي راجعة بدل ما هي راجعة مشفرة لا ترجع نعمل لها انكودنج ماشي فنفك تشفير بتاعها او نعملها انكودنج مناسب سوري لآ اللي بتاعنا اللي لغة بتاعتنا اللي هي آآ جافا سكريبت ونوت جي اس عشان نتعامل مع الباك اند ويه الفونت اند طبعا عملنا هنا جيت واخدنا قيمة وازهرنا قيمة الجيسون وبعد كده رجعنا البوست ماشي آآ لما استخدمنا الاب بي دوت بوست عشان خاطر نستخدم في الفورما ديت ان احنا نرجع قيم اللي موجودة في الامبوت بوكس ديت زي ما احنا عملنا طالما ليها نعم قيمتها هترجع وقلنا ان الاكشن دوت هو اسم الاب اي بتاعك والمسود نوع الاب اي بتاعك اللي هو البوست فلما تدوص صمت هينقل لك الدوكيومنت دوت ويرجعه لك تاني لاب بي دوت بوست وبعد كده آآ تبدأ تستخدم الداتا زي ما انت عاوز زي ما احنا عملنا هنا هوت كده واستخدمنا اللانجوج نيم اللي ببعتت من الفرونت اند بس بما راضي في جانب الباك اند حلقة طويلة بس مهمة يريت لعنده بس افصال من اي نوع يسيوا في كومنت في قناة الفيديو واتمنى استضع من القناة بعمل لايك وشير وسبسكرايب في النهاية بتمنى لجميع التوفيق كان معكم مبارمج احمد محمدي والى اللقاء في حلقة القادمة وضمتم في رعاية الله وحفظ